اشتركوا في القناة بإذن الله هكذا يقول الشيعة أن الحسين خرج إلى كربلاء بإذن الله وخرج ليقتل هكذا خرج ليقتل وخرج بأهله نسائه وعياله للدعاية والبروباقاندا السياسية ليراهم الناس سبايا مهتكات لكن فجأة نجد الحسين رضي الله عنه يصرخ ويستغيت من يغيته ويغيت أهله وعياله ألم يكن يعلم أنه خرج للقتل فلماذا يستغيت بالناس ألم يخرج بأهله وعياله للبروباقاندا والدعاية السياسية ليراهم الناس سبايا مهتكات فلماذا يستغيت بالناس ليغيت أهله أليس الهدف هو أن يكون سبايا مهتكات أمام الناس للعب على حبل المظلومية أليس جاءته وهو في الطريق لما خرج إلى كربلاء جاءته وهو في الطريق جيوش 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 من الجن وجيوش من الملائكة لتنصره ورفضها وهو في كربلاء يطلب من يغيته وينصره فلم يجد لا شيعة ولا جن ولا ملائكة ولا حتى فيل يركبه ويهرب بأهله ويطير كما طار الباقر من مكة إلى المدينة في جولة سياحية أساطير وخرافات وخزعبنات والشيع المسكين المغلوب على أمره يصدق ويبكي ويشق رأسه ويجلد ظهره على رجل ينعم في الجنة على شهيد ينعم في الجنة سبحان الله ثم كيف يستغيت الشيعة بالحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو نفسه كان يستغيت بالناس ولم يغيته أحد من الشيعة إذن الحسين لم يغيت نفسه فكيف يغيتكم أنتم وهو ميت فقبل أن نذهب إلى الحسين رضي الله عنه وهو يستغيت نبدأ بخيانة الشيعة كمدخل نبدأ بخيانة الشيعة للحسين وغدرهم وماذا فعل بعضهم لما رأوا الحسين رضي الله عنه يقتل هذا أمامنا كتاب تعريب موسوعة عاشراء لخليل زامل العصامي في الجزء الأول صفحة ستون يقول ولم يكن عدد شيعة أهل البيت قليل في الكوفة ولم يكن عدد شيعة أهل البيت قليل في الكوفة أي كانوا كثيرون إلا أن ولاءهم كان يتسم بالعاطفة والخطب الحماسية والمشاعر الفيادة تجاه عطرة الرسول صلى الله عليه وآله أي كلام فاضي شيعة بكلام فاضي شيعة مجرد صور أكثر من تمسكهم بالخط العقائدي لا كلم يكن يؤمنون لا بإماما ولا 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 وصية ولا ولا إلى آخرين مجرد عاطفة كما قال هنا مجرد عاطفة وخطب حماسية ومشاعر فيادة أكثر من تمسكهم بالخط العقائدي والعملي لآل علي والنزول إلى ساحة المواجهة والتضحية جبناء أشباه رجال ولا رجال مجرد عاطفة رجل ولكن بعاطفة النسوة لا ينزلون إلى ساحة المواجهة والتضحية ونحن لا نريد تجاهل الدور الذي لعبته قسوة الأمويين في تحجيم مناصرة الشيعة للحسين بن علي ولكن في الوقت نفسه لا يمكن التغاضي بهذه السهولة عن تخادلهم وغضرهم أي الشيعة الذين يخافون النزول إلى ساحة المواجهة والتضحية عن تخادلهم وغضرهم حتى أن جماعة منهم لما رأوا الحسين وأنصاره يقتلون الواحد تل والآخر ماذا كانوا يفعل الشيعة هل هبوا لنصرة الحسين ولإغاثة الحسين لنرى ماذا فعلوا كانوا يبكون كالنسوة كانوا يبكون ويبتهلون إلى الله أن ينصره وذلك أضعف الإيمان كانوا يبكون ويبتهلون إلى الله أن ينصره فصاحبهم أحدهم هل لا تهبون لنصرته بدل هذا الدعاء هل لا تهبون لنصرته بدل هذا الدعاء هؤلاء هم شيعة آل البيت لنرى الآن الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء وهو يستغيت هذا كتاب المجالس الفاخرة في مصائب العطرة الطاهرة لشرف الدين صفحة 311 يقول فقصد القوم بالقتال وهو مع ذلك يطلب شربة من الماء الحسين يطلب شربة من الماء وكلما حمل بفرصه على الفراط أن يذهب للبحث عن الماء حملوا عليه حتى أجلوه عنه فنادى هل من مغيت فيغيتنا هل من مغيت فيغيتنا ثم يقول في الصفحة التي بعدها هل من ناصر فينصرنا هل من ناصر فينصرنا فالحسين رضي الله عنه لما خرج إلى كربلاء مر بكثير من القبائل ولم يتبعه أحد ولم يخرج معه أحد فوصل إلى كربلاء فقط مع أصحابه وأهله فبدأ الشيعة يختلقون القصص والأساطير فقالوا أنه جاءه المدد جيوش من الملائكة ومن الجن المؤمن من الجن المؤمن جاءوا لنصراته فردهم وصرفهم وهذا في كتب شيعة طيب أليس الحسين يعلم الغيب ألم يعلم أنه سيستغيط في كربلاء ويطلب من ينصره فلماذا لم يأخذهم معه لماذا لم يأخذ معه هذه الجيوش من الملائكة والجن المؤمن كلاوات وأكاديم اخترعها أساطين التشيع للضحك على عقول المغيبين وللتغطية على فشل الحسين رضي الله عنه لأنه وثق في شيعته وغضروه وخانوه وقتلوه لما رأوه أنه لما خرج مر بكثير من القبائل ولم يتبعه أحد وهذه هي الحقيقة فانقلبوا عليه بل أزدكم يا أحبة الحسين جاءه مدد جاءه مدد جيش من الملائكة أثناء المعركة لكن للأسف هذا الجيش وصل متأخرا المواصلات خربانة هذا ما تريد أن تقوله كتب الشيعة بل هذا الجيش لم يرجع إلى السماء لانعدام المواصلات فبقي على قبر الحسين شعت غبر حتى يقوم القائم هذا أمامنا كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال الإمام الحسين للمحدث الكبير المتتبع الخبير الشيخ عبدالله البحران الأصفهاني في الجزء السابع عشر صفحة 539 يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه دبح كما يدبح الكبش وقتل معه تمانية عشر رجلا من أهل بيته ما لهم في الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السبع والأرض لقتله ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل وصلوا متأخرين وجدوه قد قتل فهم عند قبره شعت غبر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره سيبقون هناك شعت غبر على قبر الحسين حتى يقوم القائم ليكونون من أنصاره سيكونون أنصار المهدي خصر مجوز وشعارهم يا لطارات الحسين ملائكة الرحمن شعارها يا لطارات الحسين عليه السلام على كل نواصل مع الحسين رضي الله عنه وهو يستغيت هذا كتاب مصارع الشهداء ومقاتل السعداء لشيخهم سلمان بن عبد الله آل العصفور في صفحة مئة وستة عشر يقول روي أن الحسين عليه السلام لما لقي العسكر نادى أما من مغيت يغيتنا لوجه الله أما من ذاب يدب عن حرم رسول الله إذن الحسين يستغيت والشيعاء يستغيتون به هو يستغيت بهم في كربلاء وهم الآن يستغيتون به في مرقدي وهو ميت وهذا أمامنا كتاب اللوه في قتل الطفوف لابن طاوس في الجزء الأول صفحة واحد وستون فروي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال سمعت أبي يقول لما التقى للحسين عليه السلام وأمر بن سعد لا أي لعنه الله يلعنونه وقامت الحرب أنزل الله تعالى النصر حتى رفرف على رأس الحسين أي الحسين كان منتصرا على الإمبراطورية الآموية بكم؟ بعشرين ثلاثين رجلا وصدق يا شيء وقامت الحرب أنزل الله تعالى النصر حتى رفرف على رأس الحسين عليه السلام ثم خير بين النصر على أعدائه وبين اللقاء الله فاختار لقاء الله رواها أبو طاهر محمد بن الحسين النرصي في كتاب معالم الدين مبارسة أصحاب الحسين عليه السلام واستشهادهم قال الراوي ثم صاح عليه السلام أما من مغيط يغيطنا لوجه الله أما من داب يدب عن حرم رسول الله يقول أن الحسين اختار الشهادة ثم ماذا يفعل الحسين يقول أما من مغيط يغيطنا لوجه الله أما من دب يدب عن حرم رسول الله أي عقول هذه أي عقول هذه التي تصدق فيما يروى في هذه الكتب الحسين اختار الشهادة رغم أنه كان منتصرا اختار الشهادة ولما اختار الشهادة يستغيت أما من مغيط يغيطنا لوجه الله أما من داب يدب عن حرم رسول الله سبحان الله هذا كتاب العوالم الإمام الحسين عليه السلام للشيخ عبدالله البحراني في صفحة 209 يقول فخرج علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام وكان مريضا لا يقدر أن يقل سيفه وأم كلتون تنادي خلفه يا بني ارجع ارجع لأن زين العابدين السجاد رضي الله عنه كان مريضا بالإسهال في كربلا مريضا بالإسهال في كربلا ويقولون لهذا لم يقاتل ولم يخرج للقتال وأم كلتون تنادي خلفه يا بني ارجع فقال يا عمتاه داريني اقاتل بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الحسين عليه السلام يا أمك التوب خديه لألا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله ولما فجع الحسين عليه السلام بأهل بيته وولده ولم يبقى غيره وغير النساء والذرار نادا هل من داب يدب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيت يرجو الله في إغاثتنا وارتفع وارتفعت أصوات النساء بالعويل إلى آخره إذن أين الحسين خرج بأمر من الله وأين الحسين خرج بأهله من أجل البروباقاندا والدعاية السياسية ليرهم الناس سبايا مهتكات أين ذهب كل هذا الحسين يستغت الحسين إنسان عادي إنسان يخاف على أهله ويخاف على نفسه ويستغت ولا من يغيته شيعته أتوا به إلى الفخ إلا الشرك والمصيدة ليقتلوه السؤال الآن كيف يستغت الحسين بالناس ويستغت بشيعته الغدر الخون ولا يستغت بالله وهو في حالة الطرار والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطرة إذا دعاه فلماذا لم يستغت الحسين رضي الله عنه بالله ويستغت بالناس في كتب السبائية والله تعالى يقول في كتابه الكريم دعوني أستجب لكم فإذا كان الحسين يستغت بالناس وهو حي فكيف سيغيت شيعته الغدر الخون القتل وهو ميت وقد بينا من كتب القوم أن الحسين كان يستغت بالناس ويطلب النصرة من الناس الذين كاتبوه ورسلوه ولما جاءهم غضروه وخانوه وقتلوه وبكوا عليه ومشوا في جنازته وطالبوا بدامه قوم بوت نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر